عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وذلك بعد جولة تفقدية لمنطقة توشكا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حوارا مفتوحا استمع خلاله الرئيس إلى الاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاول رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وانعكاستها على زيادة الأسعار واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات فضلا عن التحديات الداخلية الأخرى مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار كما تطرق الحوار إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي فضلا عن تناول عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري